اهلا وسهلا فيكم مرة جديدة ومكملين بفقرة التعليم واحنا بنعرف اهمية القراءة بشكل عام ليس فقط للعملية التعليمية ولكن ايضا حتى بعد ما الواحد يخلص دراسة يجب دائما انه يكون في كتب بين ايديه في قراءات جديدة سواء بتخصصه او بالتخصصات الاخرى على منصة ادراك هناك العديد من المساقات واحدة من هذه المساقات كانت تحكي عن اهمية القراءة في العملية التعليمية ولماذا نقرأ لحتى نحكي اكتر بهذا الموضوع معنا غيث البطيخي صباح الورد اهلا وسهلا فيك استاذ غيث ونحن نستضيفك بصفتك قارئ وإلك مساق على منصة ادراك كيف نقرأ ولماذا نقرأ ولكن اول خلينا نبدأ انا بدي ابدأ بمقولة كتير بلاقيها صح قرأتها زمان بتقول الفرق كتير بسيط بين الانسان اللي بيعرف يقرأ اوكي وما بيقرأ وبين الانسان اللي ما بيعرف يقرأ فرق بسيط فبحب اسمع رأيك في الموضوع صحيح اكيد اول شي اعطيك العافية شكرا معنا اهلا وسهلا حكك يعني ممتاز هو بيدل على شغلة يعني احنا داما مشوفة انه بنعاني فيها وجوز بالمجتمعات اللي عنا بحكيها داما انه ام تقرأ لا تقرأ للأسف يعني داما في عنا معلومات كتير كبيرة وشغلات كتير جديدة عم بتصير بالدنيا واذا عم تنذبه طبعا كيف التكنولوجيا عم بتغير بالدنيا عم بصير تغيرات مهولة يعني لو واحد بطل يعرف مثلا بعد عشر سنة عشر سنة كيف العالم راح يصير شكله نعم فبهذا التغيير وإحنا لسه متوقعين بدنا ندرس أولادنا وبدنا ندرس حالنا ونعلم حالنا شغلات نكون جاهزين ليلها طبعا احنا مش عارفين كيف نكون جاهزين فالأساس طبعا انه احنا لازم نواكب نقدر نتعرف على الشغلات الجديدة اللي عم تطلع نقرأ المعلومات الجديدة نتعلم منها هذه كلها عشان نجحس حالنا نوصل لهذه المرحلة فالأتفضلتي فيه يعني أساسي جدا البني آدم اللي ما عم بيقرأ ما استفاد ولا إشي من قدرته على القراءة وطبعا كيف يوز كلمة قراءة كلمة قراءة غير عن كلمة تلا تلا دائما انه يتلو الموضوع على الأخبار بيكون عنده في سكريبت عنده نص قدامه بصير يقرأ فيه عم بتلوه بعيده زي ما هو أما يقرأ الشخص كتاب يقرأ مقال يقرأ شيء معين بيكون دائما فيه تفسير فيه تدبر بيكون عم بفكر انه طب هاي كيف مربوطة بالاشيء بالواقع اللي أنا عايش معه وطبعا هذه العملية القرائية بعملية بالتعليم كلياته اللي نحكي فيه للأسف يعني بجوز لما تطلع على مثلا المساقات اللي احنا بناخدها بالمدرسة وبالجامعات شوية بتحسيها لازمها تحديث أكتر وتحديث أسرع عشان تواكب اللي يكون موجود يعني فيه أفكار هلأ بالفيزيا وبالكيميا وبعلم الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس بختلفة تماما على الأفكار اللي عم تتدرس فإنت لما تطلع الناس عم بيخرجوا من نحكي لسوق العمل ومش ما عندهم هاد المعرفة والمعلومات الجديدة رح تلاقي فيه دائما فجوة فجوة كتير كبيرة لازم يقدر تغطيها فالقراءة تقدر تغطي هاي الفجوة اللي موجودة عنها تمام هلأ لما نحكي قراءة اليوم عم نشوف ربما من الحصص القليلة أو اللي ما إلها كتير أهمية يعني حصص القراءة حصص الاستمتاع بالرواية حصص تذوق الكتاب اليوم كيف ممكن نغذي العملية التعليمية ونحاول نشد هالطلاب لحتى يرجعوا للقراءة بغض النظر إيش اللغة اللي عم بيقرأوا فيها يعني سواء كانت أجنبية أو عربية يعني إنجليزية أو عربية أو أي لغة تانية صح حلق هي بجوز القراءة يعني شغلة لازم تتنمى مع الأطفال والأشخاص منهم عمر صغير يعني ولازم تنبنى مش كانها كهواية بك ضرورة يعني ما بصير إحنا دائما فكاء هي هواية إقرأ أنت عشانه بتكون هواية هواية القراءة آه هي لأ لازم تكون إشي أساسي شأنه يعني هي جزء من يعني العملية التعليمية اللي احنا لازم نوصلها وفي فكرة أساسية اللي هي إيش دائما نحكي فيها المعرفة أسيرة أدواتها كل ما أنت صار عندك أدوات أحسن بالعلم كل ما صار أنت عندك إكسبوجر أكتر معلومات جديدة تدارت أخذها كل ما صار عندك معرفة بتزيد هلأ هاي معناها إيش إذا أنت ثبتت على على نحكي تولز أو أدوات معينة أو معرفة معينة بفترة معينة أنت صار عندك ركود صح طبعا أي شيء ببعض في الدنيا أهل بالظام أي شيء ببصار عليه ركود في الدنيا رح يقرب رح يعفن فأنت لازم دائما تضلك تجدد فيه وضلك تمشي فيه فكيف أنت بدك تساعدني بالهذا لازم دائما تخلي في ما تخيل لازم ينضاف مثلا جزء من الحصص المحاضرات لازم يكون فيه كتاب سنوي كتاب بشكل شهري يقرأوه بالمدرسة ويناقشوه أنا مني وعلي مثلا أختي الصغيرة دائما بخليها بحفزها القراءة أو باجي براجع معها كل شهر أنه شو قرأتي حكيلي شو ملخص الكتاب اللي أنت وصلت فيه وفي بعرف واحد والله قابلته مرة بقول لي أنا عم بجمع كل الكتب اللي شايفها مهمة عم بحطها بمكتبة وهي المكتبة عم بخليها لأولادي اللي ما عم بيكبروا بدي خليهم يقرؤهم كتاب بكتاب وأناقشهم فيها طبعا طبعا فهي بجوز أكتر من المجتمع طبعا لازم اللي حوليك وعندك الأهل اللي كيف يمكن يساعدك نعم طيب أستاذ غيف حضرتك عندك مكتب استشارات للأعمال صحيح فهون بحب أعرف كيف بتلاقي بتنعكس أو كيف أنت بتعكس قراءتك يعني عم بتقول أنه بتقول بتحط لحالك هدف 25 كتاب بالسنة تقرحهم نعم فحضرتك إنسان ريادي وعندك عمل وكتير ناس عفكرة من اللي بنشوفهم مثلا بيل جيتس والشخصيات الكبيرة بيقولك أنه لازم منموم كل شهر كتابين يقرؤوا صحيح لحتى يقدر يواكب التطور اللي عم بيصير بالعالم فبحب أحس هيك أنت يعني بل إيش بتحس أنه الكتاءة والقراءة عم تنعكس على أداءك لعملك آه كتير تفرق يعني أقولك الآن مثلا شغلي بالاستشارات هو شغل بربط بين استشارات العمال وعلم النفس فكل ما عم بنمي حالي بعلم النفس عم بصير أقدر أعطي نصيحة أحسن للعميل بحيث أنه يتتواكب بالضبط مع الإشي اللي هو محتاجه يعني أعطيك مثال بارح لسه كنت عم بقرأ بكتاب كان عم بحكي على كيف التكنولوجيا عم بتغير الكول سنترز اللي هو المراكز الاتصال مع الملأ فالقراءة عم بحكي كيف التوجه أنه صار في مرحلة هلأ بره عم بيشتغلوا عليها أول ما بتحكي تليفون بردوا عليك ناس معينين نعم بتجي بتحكي لهم شو المشكلة اللي عندك وشو بيبين أنت بيبين من ترددك عدد الكلمات اللي بتحكيها وبجوز والتون طبع الفوس نبرة الصوت قديش أنت معسب وإيش شخصيتك بروح بحللوها وبناء عن عليها بحولوك على شخص معين بقدر يجاوبك بحكي زجواب اللي أنت بديم فأنا مثلا ما روح عند العميل بجي بولي شو حل أحسن طريقة مثلا عندي أنا بخدنه بقول له شوف ننفكر نحط هاي الشغل هلأ الناس بطلة تحب تتواصل مع الشركات عن طريق التلفونات أو أن يروحوا على الفرع بحب إيش مثلا يعمل إيميل يحب على إيميل أو يدخل على السوشال ميديا أنا بنسبة اللي بعمل تشات طلعت إشي اسمه تشات بوطس بصير يعمل يدخل على السوشال ميديا بصير رد عليه روبوت وبعدين بطلع كل النتيجة اللي بديها فأنا لما أصير أعطي نصيحة لازم تكون نصيحة مربوطة مع أزكى إشي جاي موجود حلو طبعا وهون في فرق بجوز كلمة استشارات إنه أنا لما أعطي استشارة حالية بحلوله مشكلته الحالية بس أنا إذا أريد أدعم العميل اللي أنا بشتغل بساعد لإله لازم أعطي حل قدام أتنبأ له شو رح يصير بقوله لازم جهز حالك من هلأ قبل ما أنت توصلها فالقراءة كثير بتسعبها الشغلة تعطيني كل معلومات الجديدة لقدر عطي عيها نصيحة صحيح طيب طب نصائحك بما أنه عم نحكي عن النصائح والاستشهرات نصائحك للأشخاص اللي ما بيقرؤوا أصلا يعني واللي دائما بتدمر أنا بحس القراءة زي الرياضة يعني اللي بقول ما عندي وقت للرياضة نفس اللي بقول مثلا ما عندي وقت للقراءة ولكن بالنهاية زي ما حضرتك تفضلت بالبداية هي ضرورة هي مش هواية هي ضرورة لحتى نكمل حياتنا ولحتى يضلوا في عندنا الصحة الذهنية حتى لو ما عم نشتغل تضلنا موجودة ونضلنا ابتو ديت مع كل شي حوالينا ما هي النصائح اللي ممكن أنت اليوم عم تحكيها سواء على المساق اللي كان موجودة على منصة إدراك أو بشكل عام لحتى الواحد يصير في عنده عادة القراءة الضرورية هي دائما زي أي إشي بالدنيا لازم تشخيص المشكلة يعني لما تروح الدكتور بشخيص لك المشكلة لما تروح برضو على البزنس على الأعمال برضو لازم تشخيص المشكلة تعرفي شو ليش أنت ما عم تقرأ وبناء عليها بتتعطي الحلول فإنه كل شخص إله خصوصيته بس بالمجمل أنا أحكي دائما الأشخاص بيقول لك وقت أنا أنا ما عندي وقت أو أنا ما بحب القراءة الشغلة الأولى دائما الوقت يعني إحنا لو بس لو نحسب قديش بنضيع وقت على شغلات ما إلها معنى صراحة يعني السوشال ميديا بتاخد من وقتنا أعطيك ما هي مثال عم بيدرسه يعني بيجيبوا ناس الشركات هذي كل آتها تبع الموبايل أبليكيشن بيجيبوا ناس متخصصين بعلم النفس عشان يعرف الزبط قيمتا يخليك أنت مدمنة على الإشي اللي عم تستخدمي كيف بصير إفراز الدوبامين بالمخ كيف بصير هذا الإدمان اللي عندك إنه أنا ما بدي أمسك هلأ كتاب بدي روح أشوف مثلا فيسبوك شو عم بصير عليه فهذا الإشي اللي عم بصير كله هم إحنا لازم نتجنبه نصير نعرف أوكي طب أنا عم بضيع ساعة ساعتين من يومي وأنا عم بطلع على شغلات مش كتير عم بتفيدني ممكن أنا أستغل هاي الساعة الساعتين أعمل شغلات تانية شوي شوي ببلش بني آدب مثلا يمسك كتاب قبل ما ينام يقرأ له صفحة صفحيتين ويختار الموضوع اللي هو حاسس يعني بحاجة لإله يعني مثلا بني آدب بدي ينمي حاله بنحكي بالأعمال بروح بالأعمال عنده بعلاقات عنده مشاكل بقدر روح يقرأ كتاب عن علاقات كتير بتفيده شأنه الكتب يعني واحد يكون عاش ستين سبعين سنة لخص كل حياته بكتاب نصبت داشت أنت تتعلم دائما من جيبتك لازم تتعلم من تشعروا بالناس وأنت حكيت الجملة أولا أنا داعيش عيد عليها بس الكوت فيها بجوز المقولة إنه القارئ يحيى ألاف المرات قبل أن يموت لجوجا حكاها حظل بتعيش أكتر من حياة كل مرة عيشها من جهة مع كتاب ولما بتقرأ على شخص أنت بتعيش بفكره لا لا هذا الشخص فتتعود يعني أفكار مختلفة وإجهات نظر مختلفة بس هنا بحب يعني ظل معنى دقيقة تحكي لنا عن المساقل اللي بتقدمه على منصة إدراك كيف نقرأ ولماذا نقرأ شو بتقدم فيها نحن ندخل على إدراك.org ونسجل ونشوف المساق شو عم بتقدم بهذا المساق المساق بيحكي عن الشغلات بجوز ما قشناها كتير بس بيحكي أكتر على إنه ليش لازم واحد يقرأ كيف ممكن يقرأ شو الشغلات اللي بيقرأ عليها وكيف برضو بقدر ينقي الكتب اللي بتفيده وبالآخر إشي كيف بصير يكتب أنا حكيت لكم بجوز أنا كاتب كتاب بس أتفضل لا أنا بدي أسألك سؤال من مبارح أنا عم بحكي معك ونسيت أسألك هل أنت مع الكتب الصوتية أو لا؟ طبعا هلأ هي واحدة من الشغلات بجوز من النصائح لأنني نسيت أحكيها هي صحيحة في ناس كتير ما بتلاقي وقت ممكن صار هلأ طريقة أنه أنت ماشي بالسيارة بتستغل وقتك بدل ما عم تسمع إشي أو ما عم تعمل إشي تحط الكتب الصوتية بتلخص عليك كتير شغلات خصوصا أنه في ناس أنواع من الناس ناس سمعيين ناس بحب يشوفه بعينه ناس بحب يكون عيش بالتجربة فلازم حسب الشخص شو الأسلوب اللي بتحب يتعلم فيه بقدر يستخدمها وبهاي طريقة بصير تحول سيارتك لمدرسة أو صف من مدارس الحياة صحيح وهذا إشي كتير مهم صحيح كتير كتير مهم وزي ما حكينا يعني رح ضلوا يعطيك دائما معلومات متجددة يضلوا أنت عندك الفكر يعني عم بنمو ما عم بيضلوا واقف محلو يكون راكد شكرا إلك غاية البطيخي أهلا وسهلا فيك أهلا 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 فيك